مع دخول شهر رمضان المبارك شهدت أسواق كردستان سوريا أسعار مرتفعة جدا خاصة أسعار الخضار اذ تخطط الدعفين عما كانت عليه قبل الشهر الفضيل وبحسب بائعي الخضار في سوق قامشلو فإن الخضار أغلبها تأتي من الداخل السوري فتضاف إليها أجور الشحن وكذلك تذبذب سعر صرف الدولار الأمريكي يفعل فعلته في هذه الأسعار رغم أن الأسواق الشعبية كهذا السوق الذي نصور فيه اليوم كانت متنفسا لمحدود الدخل إلا أن الأسعار هنا أيضا ارتفعت كثيرا والمواطن في حيرة من أمره خاصة الموظفون وأصحاب الأجور اليومية راتب التقاعدي 27 ألف والأسعار غالية دنيا رمضان وما في رقابة على الأسعار الخضار كيلو البندورة ب4 ألف لرات الفطاطة ب3 الفليفلي ب10 ألف الخيار ب7 ألف والله مو قدرتنا نشتري غراط بالنسبة لأسعار الخضار اللي عم تحكم فيها والله العظيم حرام شعب كله فقير كيلو البندورة ب5 ألف 6 ألف كيلو الليمون ب5 ألف كيلو البنجان ب6 ألف مسكين العام اللي عم يشتغل يومية 20 ألف وين يوحل على البيت؟ لا أكل لا مشروب بس مشان كيلو البندورة كيلو خيار يشتغل فيه كيلو الخيار ب9 ألف اليوم مو حرام نحن وين عايشين؟ الأزمات الاقتصادية موجودة في كردستان سوريا منذ سنوات لكنها تستفخر مع المناسبات وشكوى المواطنين من غياب المراقبة للأسعار من الجهات المعنية مستمرة لزاكرو ستيفي أختينا سعد قام شلو